بحث وزير المالية سالم بن بورايك مع السفير التركي لدى اليمن مصطفى بولات ونائب السفير أطرال نهري سبول تعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي في عدد من المجالات وناقش بن بورايك مع الجانب التركي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك والإجراءات التي من شأنها الدفع بعملية الشراكة في هذه الملفات مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات في المجالين الاقتصادي والتنموي والجهود الدولية لمساندتها في التصدي للأزمة الاقتصادية في البلاد مؤكدا على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لدعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على سعر العملة وتحسين الوضع الاقتصادي من جانبه جدد السفير التركي استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية في كافة المجالات مشيدا بما تقوم به الحكومة من جهود وإجراءات تعمل على تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين